السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا هذا الفيديو هام جدا لأنه فيه العديد من الإجراءات الجديدة والقرارات التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم رح نشوف الآن التفاصيل رح نبدأ بأهم موضوع لكل شخص يعمل في ألمانيا ابتداء من يوم الأربعاء 24 نوفمبر رح تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ وهي قاعدة الدغي جي غيجل في العمل يعني يجب أن يكون كل شخص يعمل في ألمانيا عند الدخول إلى مكان عمله إما جئنفت مطاعم أو جنيزن أصيب وشوفي أو جتست معه اختبار سلبي اللي رح يكون مسؤول عن فحص هذا الموضوع هنن أرباب العمل نفسهم صاحب الشركة صاحب المعمل صاحب المكان يلي بتشتغل عنده وبالتالي يوم الأربعاء ابتداء من يوم الأربعاء هو ملزم بأنه يفحص كل الناس قبل ما يدخلوا إلى مكان عمل إذا كانوا ينطبق عليهم قاعدة الدغي جي غيجل للناس المطاعمين أو أصيب وشوفي معه دفتر اللقاح وهذه الأشياء هذا الموضوع سهل بالنسبة للناس الغير مطاعمين هذا يعني أنه بشكل يومي يجب أن يثبت أنه عنده اختبار سلبي أنه نعرف الاختبار السلبي السريع مدة صلاحيته فقط 24 ساعة وهذا يعني أنه ملزم يوميا قبل الدخول إلى العمل بإثبات ذلك الاحتمالات المتاحة لذلك هو إما أن يقوم مثلا صاحب العمل نفسه بتوفير اختبارات مجانية للعمال اللي بيشتغلوا عنده أو أنك تقوم بإجراء هذا الاختبار خارج العمل خارج الشركة ويجب أن يكون طبعا من مركز معترف به يعني لا يجوز أنه الإنسان هو يختبر نفسه لحاله بالبيت لأنه دائما نحن بحاجة إثبات من جهة مستقلة إما في مركز للقاح أو في صيدلية أو في مكان آخر في عيادة أنه نحن معنا اختبار سلبي مدة 24 ساعة وعندها يسمح لي بالدخول إلى العمل وخاصة في المواقع الحساسية اللي فيها تماس عدد كبير مع عدد كبير من الناس ولكن نحن بنعرف أنه الاختبارات السريعة رجعت صارت مجانية وبالتالي ممكن أنا أقوم باختبار سلبي بشكل مجاني في مركز يعني خارج العمل ولكن نعرف البرجر تست هي عبارة عن اختبار واحد مجاني أسبوعيا ربما يتم السماح بعدد أكبر ما نعرف التفاصيل ولكن واحد على الأقل مسموح فيه أسبوعيا بشكل مجاني لأنه الشنال تست طبعا بيكلف فلوس لما أنا بساوي هذا الاختبار عند مركز للاختبار ولكن خلينا نشوف الآن تبعات هذا القرار ماذا لو كان بعض الناس لا يريد أو لا يستطيع إثبات أيضا أنه معه هو اختبار سلبي يعني مدته 24 ساعة وبالتالي هذا يعني أن صاحب العمل يحق له لأنه هو المسؤول عن مراقبة هذا الموضوع ومراقبة تنفيذه هذا يعني أن صاحب العمل بيقدر يمنعك من أنه تدخل إلى مكان عملك وبالتالي إذا أنت ما اشتغلت في الشركة فالآن في عنا مشكلتين المشكلة الأولى هي اللون فوت سالون بمعنى أنه يستمر دفع الراتب لك بمعنى أنك أنت عندك فرصة أنك تاخد اللقاح أو تجيب اختبار سلبي ومع بتعمل هذا الشيء فممكن صاحب العمل يمنعك من الدخول إلى مكان العمل وممكن أيضا أنه ينقطع الراتب أيضا عن الأيام اللي أنت بتغيب فيه عن عملك وبالتالي هذا سيؤدي ربما إلى اقتطاع الرواتب لكل من لا يستطيع إحضار اختبار سلبي معه النقطة الثانية اللي عبي تم نقاشها الآن في ألمانيا أنه ماذا بعد ذلك شو الخطوة التالية للناس ربما التي حتى ترفض أو لا تستطيع لأي سبب كان إحضار اختبار سلبي معها بشكل يومي لدخول مكان العمل فبالنتيجة بالنهاية قد يؤدي ذلك ربما حتى إلى الفصل من العمل طبعا هون يعني ما تم إضاحة يعني بالضبط إذا كان القانون يتضمن ذلك بشكل مطلق أنه كل شخص مثلا إذا لمدة معينة ما جاب معه اختبار سلبي فيفصل من عمله لحد الآن ما وصلنا لهالنقطة ولكن هذه إحدى الاحتمالات أيضا الموجودة طبعا عبي تم لحديث عن يعني غشلشي كونسكفنسن يعني أنه كون تبعات قانونية أو عبات غشلشي كونسكفنسن تبعات قانونية يعني للعمل بهذا الموضوع وهو بشكل أو بآخر تلميح إلى طبعا الإقالة من العمل أتمنى أكون هكذا وضحت وشرحت الموضوع بشكل كامل لكل شخص يعني يعمل في ألمانيا الآن ننتقل الآن إلى الموضوع التالي وهو موضوع هام جدا جدا أيضا هو موضوع لقاح بايونتك وموديرنا السبب في ذلك هو أن وزير الصحة الألماني دعا إلى استعمال لقاح موديرنا بشكل متزايد وأيضا عن تخفيف الجرعات من لقاح بايونتك أيضا المقدمة لمراكز التطعيم أو حتى للعيادات اللي بتعطي هذا اللقاح والسبب في ذلك هو أن لقاح موديرنا الآن العديد من الجرعات على ما يبدو لم يتم استخدامها وهي موجودة في مراكز التخزين وحتى ما تتلف ويتم رمية يعني هباء بدون استعمالها المتوقع أنه العديد من هذه الجرعات في منتصف الربع الأول من عام 2022 يعني منتصف شهر فيبوى من العام القادم شهر شباط من المتوقع أن تبدأ صلاحية لقاحات موديرنا المخزنة بالانتهاء وبالتالي يفضل استعمالها قبل هذه الفترة وقبل رميها يعني لأنه انتهت صلاحيتها رح يضطروا إلى رمية وبالتالي يعني رمي لقاح مهم وأيضا كلف الدولة ملايين اليوريات فالفكرة هي الدعوة إلى استخدام لقاح موديرنا بشكل أكبر ومتزايد بدل من لقاح بايونتك وأيضا حديث عنه لا توجد مشكلة إذا كانت الجرعة الثالثة هي من لقاح موديرنا بغض النظر عن الجرعة الأولى أو الثانية كانت من أي لقاح إذن السبب هو الآن أنه أيضا لقاح بايونتك ستقوم الدولة الآن بتخفيفه وتخفيف استعمال يعني تخفيف الجرعات الواصلة إلى العيادات ومراكز التطعيم ولكن هذه الخطوة طبعا من وزير الصحة يانشبان يعني تعرضت لانتقاد شديد لأن المستشارة دعت في المجتمع الأخير إلى بدء تطعيم الناس بالجرعة الثالثة حملة واسعة في ألمانيا وفي خضم هذا الوضع يعني أنه اعتبر ذلك يعني النقد من السياسيين مثل مثلا شبيزيش رئيسة وزراء مقاطعة مكلب بوك فاوبا ما انتقدت ذلك بشكل شديد أنه يؤدي ربما إلى التشكيك يعني وزيادة أيضا التشكيك عند الناس يعني بهذا الموضوع واللقاحات والجرعة الثالثة فكان لا يجب القيام بذلك على ما يبدو أن العديد من الناس عم تفضل لقاح بايونتك على لقاح آخر علما أنه وزير الصحة أكد أن لقاح بايونتك موديرنا تنينة يعني هي لقاحات فعالة وآمنة ولكن العديد من الناس على ما يبدو فضلت فترة الأخيرة بايونتك بشكل أكبر وبالتالي تم استخدامه بشكل كبير بينما موديرنا لم يتم استهلاكه بشكل كبير كما لقاح بايونتك وبالتالي يعني بدنوا يصرفوا أيضا هالكميات والوزير أكد أنه اللقاحين تنينة هنين عندهم فعالية طبعا تنينة آمنين أتمنى أكون وضحت أيضا هذا الموضوع في الوقت القادم عن موضوع اللقاحات بشكل عام وتوفر لقاح بايونتك وموديرنا ننتقل الآن للموضوع التالي سيد أجور شهين مخترع لقاح بايونتك ظهر الآن في لقاء صحفي لتوضيح بعض الأمور حول لقاح بايونتك وفعاليته وخاصة بعد تزايد الحديث يعني في الإعلام بشكل عام عن موضوع أنه يوجد طبعا الإنفتوش بغيشية يعني أن بعض الناس المطعمين يمكن أيضا أن يصاب وهو شيء يعني معروف يعني بمعنى أن اللقاح لا يحمي بشكل مطلق من الإصابة وإنما يحمي من الوصول يعني إلى الأعراض السقيلة أو إلى الغرف العناية المشددة أو الوفاة هذا الشيء نحن بنعرفه شفناه في الأشهر الماضي يعني بشكل دائم ولكن وضح عدة نقاط مهمة وأكد أن اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض السقيلة حتى مدة ستة أشهر وأن اللقاح لا يزال يظهر فعالية حتى لمدة تسعة أشهر وأن التناقص اللقاح يعني بدأ تناقص اللقاح يعني فعاليته بشكل عام على كل المستويات يعني حتى تبدأ فقط بعد الشهر الرابع وقال أن معظم الناس الذين أيضا أصيبوا مع ذلك بهذا الوباء رغم أنه نأخذين اللقاح هن الناس إما كبار في العمر عندهم أمراض أخرى مزمنة عندهم يعني سمنة زائدة أمراض أخرى هذا هو السبب أيضا في يعني أيضا إعادة إصابتهم بهذا الوباء رغم أنهن نأخذين اللقاح فأكد مرة أخرى أن مع ذلك يعني لقاح بايونتيك هو لقاح فعال جدا في محاربة هذه الجائحة ننتقل الآن إلى الموضوع التالي نشوف الآن الإجراءات القادمة في مقاطعة بايون ابتداء من يوم الأربعاء علما أن هذه الإجراءات التي سأتحدث عنها الآن سيتم لسا الموافقة ونقاش عليها في الحكومة في مقاطعة بايون يوم السلساء وإقرارها بعدها في البرلمان وبعدها قد يتم تطبيقها هذا ما أعلن عنه ماكوز زودر عيس وزراء المقاطعة رح نشوف الآن الإجراءات القادمة يعني مفترض إذا تم إقرارها كما هي ابتداء من يوم الأربعاء لأنه في مقاطعة بايون العدد الحالات جدا مرتفع في تسع مناطق فيها الإنسيدنس أكثر من ألف اللي ممكن يتم تطبيق عليها الآن هذه الإجراءات رح نشوف الآن تفاصيلها النقطة الأولى قواعد التلاقي ابتداء من يوم الأربعاء في مقاطعة بايون يسمح فقط بتلاقي خمسة أشخاص من بيتين مختلفين ولكن الأشخاص المتعامين أو من أصيب وشوفي أو من عمره تحت 12 سنة لا يدخل في هذه الإحصائية بمعنى أن هذه الإجراءات يعني تخص بشكل خاص الناس الغير متعامين بالنسبة للفعاليات الثقافية والفعاليات الرياضية سيتم تحديد الناس المسموح لهم بحضور هذه الفعاليات إلى نسبة 25% فقط من العدد المسموح به حاليا وسيتم تطبيق قاعدة 2G بلوس 2G بلوس بمعنى أنه فقط لناس المتعامين أو من أصيب وشوفي وعنده اختبار سلبي يسمح له بالدخول إلى هذه الفعاليات الرياضية يعني الكبيرة مثلا مثل المباراة كرة القدم ربما أو الفعاليات الثقافية كذلك النقطة التالية جدا هامة يوجد تركيز عليها بالنسبة للجامعات وبالنسبة للفولكس هوخشولن يعني اللي بتعلموا مثلا كورسات اللغة في مدارس الفولكس هوخشولن بالنسبة لأيضا الفريزور وبالنسبة اللي يشتغلوا في الكوسميتك كذلك كل هؤلاء وأيضا مدارس تعليم قيادة السيارة سيتم تطبيق قاعدة 2G فقط بمعنى يسمح فقط لمن أصيب وشوفي أو من هو مطاعم يعني بالدخول إلى هذه الأماكن بالنسبة إلى التسوق في الأينس الهندل أو المحلات الصغيرة أو الكبيرة لن يتم تطبيق عدد 2G ريجل أو 3G ريجل وإنما فقط بتحديد الأشخاص المسموح لهم بالدخول وبالتالي لكل 10 متر مربع سمح بدخول شخص واحد وهذا يعني أنه لن يسمح بدخول عداد كبيرة من الناس إلى المحلات يعني ابتداء من يوم الأربعاء بالنسبة إلى النوادي الليلية الكلوبس الديسكو تيكن أيضا وسيتم إغلاقها بشكل كامل والمطاعم يجب أن تغلق أيضا بعد الساعة العاشرة ليلا بالنسبة للفايناختس ميكت كذلك يعني أسواق عيد الميلاد اللي بتكون عادة في مراكز المدن في ألمانيا قبل فترة عيد الميلاد أيضا سيتم إلغاؤها بشكل كامل والآن نقطة جدا مهمة إذا ارتفع الإنسيدنسفات في لاند كرايس في مقاطعة باين فوق الألف فإنه سيتم يعني أيضا تشديد الإجراءات مرة أخرى بشكل أكبر وهذا يعني أنه سيتم إغلاق يعني كل الأماكن في الإنسيدنسفات فوق الألف سيتم أيضا إغلاق المطاعم بشكل عام الجاسترونومي الهوتيلس الأوتيلات الشبوات والكلتوشتاتن يعني كل الأفعاليات الرياضية يجب أن تغلق كذلك أيضا الفريزور الحلائين كمان المحلات يجب أن يغلقوا وكل الأشياء اللي فيها يعني كوبا نية دين سلايستون يعني مثلا مثل الكوسميتك وهذه الأشياء كلها يجب أن تغلق عندها لمدة سلاسة أسابيع بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال ولكن تم التركيز على هذه النقطة بأنه لن يتم إغلاقها ولكن سيتم التركيز على موضوع إجراء الاختبارات في المدارس والروضة وكل هذه الأشياء أتمنى أكون شرحت كل الإجراءات عن مقاطعة باين ابتداء من يوم الأربعاء إذا تم فعلا إقرارها بشكل كامل كما هو متوقع والآن ننتقل إلى الإجراءات في مقاطعة زاكسن أيضا اللي اقترحتها حكومة مقاطعة زاكسن ويجب أن يوافق عليها البرلماندوه سيبدأ عندها تطبيقها ابتداء من يوم الأسنين غدا وحتى 12 دي تسيمبا حتى 12-12 يعني مبدئيا سيتم أتمد هذه الإجراءات اللي رح نشوفها الآن بالتفصيل بالنسبة لقواعد التلاقي يسمح فقط بتلاقي من يسكن في بيت واحد يعني أينهاوسهالت مع شخص واحد آخر من خارج هذا البيت وكل من هو مطاعم أو أصيب وشوفي لا يدخل في هذا الحساب بمعنى أن هذا يشمل بشكل خاص الناس الغير مطاعمين القوصفة عنشتالتون الفعاليات الكبيرة يعني مثلا مثل مباراة كرة القدم الكبيرة أو فيها جمهور أو حفلات كبيرة يجب أن تلغى بالكامل كلتون في خايت سايت آنغيشتون أيضا مراكز الترفيه أو المراكز الثقافية يجب أن تغلق بشكل كامل مع بعض الاستثناءات لحدائق الحيوانات في الخارج أو التير باكس يعني فقط في الأماكن المفتوحة الخارجية وليس الأماكن المغلقة بالنسبة للمطاعم نقطة جدا مهمة لأن الجاسترونومي يعني تناول الطعام ووجوات الطعام داخل المطعم سيكون فقط بقاعدة الـ 2G بمعنى من أصيب وشوفي أو من هو مطاعم بين السادسة صباحا والسامنة مساءا بالنسبة للأنس الهندل يعني مراكز البيع فسيتم تطبيق قاعدة الـ 2G ريكل أيضا من الساعة السادسة صباحا وحتى السامنة مساءا فقط من هو مطاعم أو يصيب وشوفي اسمح له بدخولها طبعا يستثنى من ذلك الأشياء الهامة اللي هي التسوق يعني الزوبا ماركت المواد الغذائية التير بداف الصيدليات الأبوتيكن ويعني الدغوغاغين يعني مثل الـ DM والرسمان هدول كلهم مسموح الدخول لهم وأيضا التانكشتيلن يعني كازيات أما مراكز البيع يعني التجارية ففقط قاعدة الـ 2G ريكل الكوب هنالدين سلايستون يعني بمعنى مثل الكوسميتك والأشياء كلها ممنوعة فقط المسموح هو للفريزور للحلاقين بالعمل ولكن بقاعدة الـ 2G ريكل يعني مطاعم أو صيب وشوفي فقط يسمح لهم بالافتتاح والعمل وأيضا كل يعني العلاجات الطبية أيضا مسموح بها اللي في المدتسيني شبهاندلون النقطة التالية بيع الكحول أو تناوله أو احتسائه يعني في الأماكن العامة ممنوع أيضا سيتم منعه ومنع بيعه أيضا واحتسائه في الأماكن العامة طبعا النقطة التالية كمان مكتوبة حكينا عنها في أول هذا الفيديو الـ 3G ريكل أب عبايتس فلاتسين تطبيق عدة 3G في العمل وأيضا بالنسبة للأماكن السياحية كذلك الأوتيلات الفيرين بونون يعني البيوت للإصطياف والاستجمام هدول كلهم كمان يجب أن يغلقوا بشكل كامل بالنسبة للكنائس أيضا تطبيق عدة الـ 3G ريكل بعتقد أنه يشمل جميع الدور العبادة أن يتم تطبيق عدة الـ 3G ريكل يعني على الأقل يكون معك اختبار سلبي عند الذهاب إلى دار للعبادة بالنسبة للتجمعات في خارج البيت في الأماكن العامة يعني أصفة زمنون مسموح فقط بعشرة أشخاص كحد أقصى أيضا سيتم إغلاق كل المدارس التالية الفولكس هوخشولن يعني بالنسبة للكورسات اللغة اللي بيعمل كورس اللغة بالفولكس هوخشولن سيتم إغلاقها مدارس التنشولن الموزيك شولن الكنس شولن يعني أيضا بقدم كورسات الموسيقى أو الرقص هدول كلهم أيضا سيتم إغلاقهم ولكن يستثنى من ذلك يعني بعض الفعاليات للأطفال واليافعين يعني اللي هن تحت سن 16 سنة والآن نقطة مهمة جدا بالنسبة للمدارس والرياض الأطفال الكيتاس ونشولن بلايبن جأفنت إذن تبقى مفتوحة ولكن دي شول بزوخ فليش نعرف إلزامية التعليم في ألمانيا يعني الزهاب المدرسي في ألمانيا إلزامي فتبسلين فيناختسفين أوسكزت حتى عياد عيد الميلاد يعني سيتم إلغاء وبمعنى أنه لن يكون إجباريا أيضا إرسال الأولاد إلى المدارس والآن نقطة مهمة جدا هي الهوتسبوت غيغلون يعني لكل الأماكن اللانكرايز اللي فيها الانسيدنسفيت فوق الألف فسيتم أيضا تطبيق يعني منع الخروج من المنزل للناس الغير مطعمين للأنجي امفتح حصرا وذلك من الساعة العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحا وهيك بكون شرحت كل الإجراءات لكل الناس اللي بتابعنا أيضا من هالمقاطع أتمنى من خلال هذا الفيديو أكون قدمت لكم كل المعلومات الهامة والمفيدة لكل الناس اللي بتابعنا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته